تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنمو بالحكمة والنعمة أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش بالمسيح الميذ أهلا بكم مهم جداً كل المشاهد بشاهدنا تكون دي خلوة حقيقية إيه هي خطوات الخلوة حبتين الصلاة وقراءة الكلمة الصلاة فيها خمسة أمور هامة أول حاجة أرفع قلبي بالتسبيح لله من خلال تذكر صفاته مثل قدسته ورنم ترنيمة الملائكة قدوس قدوس يا الله مجدك يا ملء كل الأرض ورحمته المتجددة في كل صباح ومحبته السبتة محبة أبدية من أجل ذلك أدام لنا الرحمة من نحو ونعمته الغنية ليه بيها بيصير لنا الحق بالدخول بالإيمان إلى هذه النعمة اللي احنا فيها مقيمون ندخل إلى محضر الله ونفتخل على رجاء مجد الله في عبرين أربعة نتقدم بثقة إلى حرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينيه بعدين نرنم بعظمته الغير محدودة كما جاء في مظمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي أنت عظيم يا الله ورغم هذه العظمة يمنحني كابن لي حق الاقتراب إليه والحديث معه ورغم كوني إنسان طرابي لا أنسى لكن أسبحه على صلاحه صلاحه إنه يريد الخير لي دائماً هناك الكثير من صفات الله الرائعة التي أسبحه عليها ويركز حديثي معهم عن صفاته الرائعة وأنسى نفسي إنه هو أهم مني هو يستحق أن أسبحه من كل قلبي ومن كل كياني كما جاء في مظمور 100 ادخلوا أبوابه بالحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسمهم في مظمور 145 عظيم هو الرب وحميد جداً وليس لعظمته استخصاه بعد التسبيح ارفع لي الشكر والحمد على صنيعه معي وغفرانه لخطيايا ورعايته لحياتي في كل لحظة في عالم مليء بالشر مليء بالخطر من حولي من كل جهة ونتذكر ما جاء في مظمور 78 فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم فهو يرعاني كل يوم بكمال قلبه وبمهارة يديه يقودني في خطة عظيمة مدبر هالي رحلة عمر رسم هالي لذلك يستحق أن نقبل يديه واشكره واحمده على أعماله العظيمة معه التي لا تحصى ولا تعد بركات الرب عدد شاكرا ثم ثالثا بعد التسبيح وبعد الشكر وصلي مظمور 139 اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريق باطلا واهدني طريقا أبديا اعطي لله الفرصة أن يختبرك لأن اختبر نفسي هتعب لكن لما هو يختبرني هاعترف وأفهم نفسي وأتوب عن خطيتني بيذكرني الروح القدس لكن بستمتع بنقاء القلب دم المسيح يطهرنا من كل خطية طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله بذبط نفسي عليه الإرسال يبقى فيه إرسال بينه وبينه مفيش أعظم ولا أحلى من هذه اللحظات التي فيها أقترب من الله بقلب النقي وأقول مع أغسطينس في القديم يا رب ساعدني لأتوقف عن طلب غفران الخطية وأكتفي بذلك بل علمني أن أصل لمعرفة جذور الخطية واجعل خطياتي ترشدني لهذه الجذور المدفونة فتنزحها من قلبي حتى أقول آياتها الخطية المباركة لأنها كشفت لي ما كان مخفي عني فأتنقى من دوافع الخطية يا ريت نفهم هذه الفكرة لا لا أغسطينس مش بس تصلي من أجل غفران الخطية لكن أطلب من ربنا يكشف لك جذور الخطية فتقدر تعرف أن فرصة الخطية عشان تكتشف نفسك وتعرف الجذور وتطلب من ربنا أنه هو ينزحها منك اشتركوا في القناة في جمالك في جمالك مفيش مفيش أنا ساجد في تشعبك طالة والقلبي بسكت واسمعنا في المبدع اللي أعيش طالب شوقي سيد جواي وقتني بي وتوفي آآ 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 آآآ سيد في جمالك تمامي كلك مشتمايات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيدي كلك مشتمايات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيدي فأرب قدامك فردها تحت جنال حق لنا وفرها فأرب قدامك فردها تحت جنال حق لنا وفرها الخلوة يعني وقت للصلاة ووقت للكلمة في الصلاة بابتدي بالتسبيع وبعدين الشكر وبعدين الاعتراف والتوبة وتنقية القلب رابع حاجة أفتح قلبي له وأحكي معه عن نفسي وانتظر في صمت ليحكي هو عن نفسيه لي يعني احنا بننسى الحكاية دي نفتكر ان الصلاة عبارة عن ان انا باجي وبدل قدامه كل الحاجات اللي انا عايزها والخطايا بتاعتي وامشي وبنسى ان اهم حاجة ان هو يكلمني عن نفسه ويعرفني به اكتر عشان انه في رأمه معرفة يعني ما قال في ابراهيم زمان كخليل الله كشف لي عن حاجات كثيرة وكان بيتكلم مع ابراهيم وموسى كلم الله كان يكلمه كما يكلم الواحد صاحبه انا محتاج اسمع حديث الله الى قلبي سواء اثناء الصلاة او اثناء قراءة الكلمة قراءة الكتاب في مزمور 25 يقول الكتاب سر الرب لخائفي وعهده لتعليمهم يعني اذا عايز تتعلم هيكشف لك مزمور 37 يقول كده انتظر الله واصبر له احنا مستعدلين دايما نجري خلص خلصنا اللي علينا قولنا اللي عندنا ومشينا في مزمور 40 يقول كده انتظارا انتظرت الرب فما لا الي وسمع صراخي بيجي يكررها في مزمور 62 انما لله انتظري يا نفسي من قبله خلاصي من ارواع اوقات الصلاة ان يعلن الله نفسه ليك ويعلمك كلمته لا انسى لما علمني في متى عن حاجة عظيمة في اصلاح 11 وعدد 27 و28 لما ساعدني اربطهم مع بعض النسيح بيتكلم عن نفسه بقول لا احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين طبعا انا كنت عارف دي الوحدية ودي الوحدية لما ربطهم مع بعض روح القدس علمني ان يسوع بيتكلم مع الاب بقول محدش يعرف الاب الا الاب ومحدش يعرف الابن الا الاب ومن اراده ان يعلن له تعالى ياللي باحث عن الله ياللي تعبان في معرفة الله عشان يكشف لك وده كان تعليم رائع جدا اتمتعت به لما كان عندي وقت وانا مرتاح وبتعلم الكلمة اخر حاجة في الصلاة نمرة خمسة التلباط والتضرعات يعني كلنا عندنا تلباط كلنا مفيش حد ما عندوش تلباط والمسيح شجعنا وقال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له اطلب منه ما تحتاجه لكن يعني لازم نفهم الفكرة دي الله يستجيب حسب حكمته وحسب محبته ليه لان من جهلنا ممكن يجعلنا نطلب اشياء تضرنا طب لو واحد عيان وعايز شفا ممكن الشفا ده يكون مش مفيد لك ازاي يمكن المرض بيعلمك الصبر يمكن بيعلمك الاحتمال يمكن بيعلمك ازاي الاتون زي ما كان يعني يوسف تسجن ظلم وقعد في السجن حد ما نفع انه لما يخرج من السجن يتولى مسئوليات كبيرة بقول لازدخل السجن والمسيح سمح لي مرات يدخل السجن لكن السجن طوره عشان كده لازم نتعلم ان احنا مهما طلبنا نقول له لتكون مشيئتك الله بيسمع الصلاة ويستجيب لها حسب مصلحتنا الصحيحة علينا ان احنا نستمر في الصلاة بايمان واثقين في استجابة الصلاة حسب مشيئة الله الصالح رجال الله والتلاميذ الحقيقيين هم الناس اللي بيصلوا ومش بس الناس اللي بيتكلموا عن الصلاة لكن الناس اللي بيخصصوا وقت يوميا للصلاة مهما كانت مشغوليتهم لا انسى زمان كان ليا صديق في مصر اسمه عوني كان عسكري في الجيش كان لازم يروح المعسكر بتاعه كل يوم الساعة 6 تماما فيصحى الساعة 5 عشان يقدر يوصل قبل المعال طب عايز يصلي كل يوم كان يصحى الساعة 4 ويصلي من 4 إلى 5 وبعدين يركب مواصلاته ويروح الجيش يعني فيه أمور كتيرة ممكن تعطلنا لكن ده قرار ان انت تقرر كل يوم تقعد مع الله وتصلي ليه الصلاة قادرة على تغيير العالم أما الجزء الثاني من الخلوة وهو قراءة الكتاب المؤدس خلينا نخرج للفاصل وبعدين نتكلم عن أهم الحاجات اللي نستمتع بيها أثناء قراءتنا في الكتاب اشتركوا في القناة الخلوة هي أحلى وقت تقديم مع الله يوميا سواء من خلال الصلاة أو من خلال قراءة الكلمة تكلمنا عن الصلاة فيها خمس أشياء أو أركان مهمة تسبيح والشكر والاعتراف والطلب والتضر ذكرت أن الصلاة ليست فرضاً ولكنها فرصة رائعة للقاء مع الله بدافع الحب أنا بحب ربنا وتحدث معاه من القلب للقلب وتذكر أنه هو بيحبني أكثر مما أحبه بمئات المرات كمان عايزين نتكلم عن أهمية قراءة الكتاب المقدس يومياً وبطريقة منتظمة أصحاح وراء أصحاح سفر ولا سفر إنجيل بعد إنجيل رسالة بعد رسالة ما ينفعشي أتنطط وأقرأ أجزاء واسيب الباقي المهم تسعة وتلاتين سفر في العهد الأديم وسبعة وعشرين سفر في العهد الجديد أقراهم كلهم ستة وستين كتاب في الكتاب المقدس أنا أقرأ إليه منتظمة كأني بأقرأ جواب حب من الله عايز كل يوم أتعلم الحب الحقيقي ونتيجة إن أنا بحبه بأقرأ رسالته يومياً لأتمتع بما في قلبه نحوي وكمان أكتشف إعلانات الله لي عن نفسه وعن مشيئته وعن مكانتي عنده وعن أسرار الكون الكبير الذي نعيش فيه وعن خطة الله لحياتي وقطة الله لحياة جميع البشر وعن خلاص العجيب الذي أعدوا للإنسان بإعلان الخلاص من سفر التكوين لسفر الرؤية دي قصة الإنسان قصة خلاص الله للإنسان وكمان بعرف عن مستقبل البشرية وبتعلم عن نهاية الزمان ومجيء المسيح الثاني كل ده وغير الكثير موجود في الكتاب المقدس هو أعظم كتاب في الوجود بسبب بسيط أنه هو كتاب الله الذي يكشف أعماق الله لا يمكن أنك أنت تعرف الله غير من الإعلانات التي أعلنها عن نفسه في كتابه المسيح قال عن الكتاب في مطة أربعة آية كلنا عرفينها لما أجاب الشيطان وقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله هناك جوع في قلب الإنسان لا يشبعه غير الله وكلمته والحصول على الخبز أو الاحتياجات الجسدية ليس أهم شيء في الحياة بل الأهم والطاعة لكل كلمة تخرج من فم الله أنا أحب الآية في أرمية خمستاشر وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت بإسمك يا رب إله جنود كلام الله بتحتاج أن تأكله وتشبع به تعال نشوف في مظمور 19 النبي داود بيتكلم عن معنى الكتاب المؤدس في أصحاح رائع في مظمور 19 ومن عدد سبعة يقول الكتاب نموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين قوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الزهب والأبريز الكثير وأحلى من العسل وقتل الشهاد أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم بيصف هذا المظمور رائع الكلمة بالكمال والصدق والاستقامة والطهارة والنقاء والعدل والحق والنتيجة يرد النفس تسير الجاهل حكيما تفرح القلب تنير العينين تثبتني إلى الأبد تطمني وتحذرني شوف قد إيه كلمة الله غالية ومظمور 19 أكبر مظمور في سفر المزامير كله بيتكلم عن روعة الكتاب وأنا بحب قوي عدد 105 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي الكلمة بتوجهني الكلمة بتعقلني الكلمة بتعلمني الكلمة بتحكمني الكلمة بتطورني هذا نفس ما قاله النبي أشعياء وزناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق أسلكوا فيها طبعا المسيح عرفنا مفهوم عميق لهذه الآية والعنى هو الطريق حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار الكلمة هتوجهك يسوع هيوجهك كلمة المكتوبة هيوجهك أما الرسول يعقوب في العهد الجديد شبه الكلمة بمراية أرى فيها نفسي راجع ما جاء في يعقوب واحد من عدد 23 لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة طبعا نعرف الناس كثيرا نرد من خلال الفضائيات بتسمع للكلمة وليس عاملا فزاكا يشبه رجلا ناظرا وجه خلقتها في ملا فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسيا ما هو أنا حزين على ناس كثيرة بتضيع وقتها تسمع خدمات رائعة جدا كويس حلو قوي لكن مش بتكتب ملاحظات أو نقط مهمة أو إيه اللي ربنا قاله لها ولا تستفيدش كل يوم تسمع كل يوم تسمع ولا تستفيدش أو تقول اللي هي عايزة والباقي لا الكلمة بتساعدني أرى نفسي على حقيقتها فأطلب من الله أن يصحح عيوبي ويكمل عمله في حياتي عشان كده الرسول بوليس قال لتلميز وتلميساوس في رسالته الثانية أصحى ثلاثة كل الكتاب هو موحى به من الله إعلام من الله ونفع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله المؤمن بالله تلميز الله ابن الله كاملا كاملا متأهبا لكل عمل صالح من خلال إيه من خلال ما يحدث في الكلمة من تعليم ومن توبيخ ومن توجيه ومن تأديب وتصحيح كلمة تعلمني عن الله وتكشف لي أعماق الله وتعرفني الحق الحقيقي وتوبخني على الأخطاء بتاعتي وتصلح مصاري وتتلمزني للمسيح عشان كده الله أوصى يشوع بعد موت موسى وقال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح إلهك في كلمة الله من خلالها تستطيع أن تكتشف حقائق جديدة مرتبطة بحياتك وسلوكك في هذا العالم نبي داود بيعتبر أن الكلمة هي السلطة النهائية في كل القضايا المتعلقة بالإيمان والسلوك اسمع ما جاء في مظمور 138 عدد 2 ربما تكون آية مش معروفة الكسرين أسجد في هيكل قدسك وحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك عظمت كلمتك واسمك على كل شيء سؤال كيف تستمتع حقيقة بقراءة الكتاب المؤدس في خلوتك الشخصية اليومية عشان الكتاب يكشف لي نفسي فأتغير وأغير العالم من حوله أول خمس أفكار بسرعة القراءة خصص وقتا يوميا لقراءة الكلمة لا تسمح لأي ضغوط أو مشغوليات أن تعطلك على قراءة الكلمة يوميا والكلمة اليومية التي تقرأها ساعدك عن تغسي المخك من فكر العالم وأن تقرأ الكلمة بانتظام حتى تقرأ الكتاب المقدس كله تانيا افهم الكلمة اقرأ وافهم افهم معنى المكتوب معنى الكلمات ايه الإعلانات ايه اللي قاله الله عن نفسه ايه الخطير اللي أحذر منها ايه الوعد ايه الأمر اللي بيقوله لي واعرف أن الله أعلن عن نفسه في محن الأربعة المسيح كشف هذا الحق الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وافهم عن ما يعلنه الله لك السجود لله بالروح والحق الله يشتاق لمثل هؤلاء الساجدين له بالروح مش بالجسد مش بمروح الكنايس لكن سجود بالروح سجود بالقلب بقلوب المؤمن يدخل إلى حضرة الله بالإيمان في أي وقت وفي أي مكان هذه الثورة في العبادة ثالثا التأمل أو التمتع بالكلمة أو هضمها التأمل يساعدني لفهم الحقيقة المعلنة اكتشف الحقيقة اكتشفها فتدخل في داخلي علشان أعيش بيها الهدف أتعلم أعيش أشياء جديدة من خلال ما أكتشف أثناء تأملاتي في المكتوب في حياتي تتغير صديق لي قال لي أنه يتأمل في آية تعجبه كل اليوم آية واحدة تعجبه يقعد يفكر فيها تقول لي اليوم وراجحها ويحاول أن يدخل بداخلها ويعيشها ويطبقها رابع حاجة الحفظ أغلب الآيات اللي أنا بشاركها معاكم أنا حفظها من ونة صغيرة عشان تعلمت أحفظ آية كل أسبوع أنا بشكر ربنا النهاردة فيه معلمين كسرين حفظين أكتر مني وأنا بفخر بيهم بس أنا بشجع كل مشاهد عايز يتمتع بكلمة الله احفظ آية واحدة كل أسبوع في مصمون 119-11 خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك أحسن طريقة للحفظ محفظة الآيات احفظ آية واحدة احفظ الشاهد بتاعها موجود على الشاشة وبعدين العنوان ثم أول كلمة في الآية وكل شوية احفظ الآية وانت بالسوق والأخت وهي قاعدة في المطبخ تحطها على التلاجة أو تحطها على أي مكان قريب منها هتلاقي نفسك بس تتضرب عليها هتلاقي الموضوع صهلي جدا أهم حاجة عشان أقولك السر راجحها يوميا اللي يحفظ ما يرجحش هينسى اللي يحفظ ويراجع مستحيل ينسى احفظ آيات ورجحها الآيات والمراجعة بتساعدني على عدم النسيان وتمتعني أكتر بكلمة الله التي تملى عقل لما كنت بروح الشغل كنت بخرج بالبيت أول ما أخرج أبتدى راجع الآيات في زهني وأنا ماشي لحد ما أوصل لسيارة الشرك كل يوم يتغير لأن الآيات ملأت عقلي وفكري وبقى فكري مليان بكلمة الله يمكن جدا أستخدمها كوسيلة كرازية مع شخص ممكن راجع معايا اتمرأ عطيتها الواحد كان فعلا شيء المصلم قاعد جنبي وذي ممكن ترجعني للآيات هو استغرب في الأول قال لي ما بيش منع وابتدى يرجحها وبعلم فجئت آية عجبته ومسك الجريدة بتاعته وكتابها عليه وده طبعا فتح حديث طويل معاه يعني الآيات ممكن تبنيني وتساعدني ومحفظة الآيات تكون فرصة لوقت مصمر للشركة وحفظ الكلمة أهم حاجة التطبيق طبق ما تقرأه وما تدرسه وما تسمعه من خدمات روحية وما تتعلمه في كلمة الله ربنا يساعدنا عشان كل يوم يبقى فعلا لينا خلوة شخصية سابتة مع المسيح ربنا معاكم ويساعدكم تطبقوا عمليا ما نسمعه في هذه البرامج رب معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمة أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ ترجمة نانسي قنقر